ومن ناحية أخرى وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروع القومي لإنتاج الزراعي مستقبل مصر بما يساهم في توفير الألاف من فرص العمل ويعطي دفعة قوية لمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعي ويعزز أيضا من استراتيجية الدولة لزيارة نسبة الأراضي الزراعية خاصة أنه يقع ضمن المشروع الزراعي الأملاق الدلتة الجديدة توجيه جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر وقد اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على موقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر خاصة ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بالمنية الأساسية للمشروع كما تابع الرئيس السيسي تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية والموقف التنفيذي لعدد آخر من المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية خاصة في محافظتي بني سويف والمينيا والتي سوف تمثل بدورها قيمة مضافة لسوق الغذاء المصري اشتركوا في القناة